تتواصل الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وسط إقبال متواصل من قبل المواطنين والمقيمين بما يسهم في تحصين المجتمع ووقايته من الفيروس للخروج من دائرة الجائحة هذا وأعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم بلغ حتى مساء أمس السبت أكثر من 700 ألف شخص فيما تجاوز عدد من تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم 544 ألف شخص وجددت وزارة الصحة الدعوة للجميع للإقبال على التطعيم وعدم انتظار توافر نوع معين مشيرة لأن جميع التطعيمات التي تمت إجازتها في مملكة البحرين أثبتت فاعليتها في تكوين المناعة التي تسهم في حماية وتحصين المجتمع شكرا شكرا شكرا